يوسرا انا اول حاجة هسألها لك. الناس فاكرة ان ينسي بتتكلمي كده على الحقيقة. ان ده صوتك بجد. ده حقيق. الناس فاكرة ان انا بتكلم على واحد دي. ان شو هم حصل ايه. بس انا والله ما بتكلمي كده. اكيد. اكتشفتك قبل قبل الحلقة عارفت. انا اصلا هادية جدا. وما ليش علاقة بالطريقة اللي بغني بيها. والاداء. بس هو ده وقت اللي غنب بيحصل جدا. وبعدين بترجاي خلاص رحلتك طبيعية. تاني بقى اللي قطي بمبي. ازاي بتختاري الاغاني بتاعتك. يعني زي ما قلنا في التقديمة. احنا منحس ان الاغنية كأن الكلام بجد للبنات بيقولوله البعض. حتى تصوير الاغنية. يعني مثلا فكرة ان انت بكلمي صاحبتك من الحمام. ده بجد بيحصل في الحقيقة. ازاي بتختاري الكلمات. وازاي بتفكري في المواقف اللي انت هتغنيه. انا دايما الاغاني بحبته بقى حدوتة. ففي مواقف حوالية بتحصل كده. منهم اصحابي واصحابي بعد. يعني ناس معينة كده بحب اخش في تفصيلة معينة في حياتهم. ومثالها. وحوارات البنات والولاد دي بتعجبني انا شخصيا قوي. بنات ايه لحاجات الرخمة دي وبناشن عليها بقى. ابتديتي ازاي يسرى الغناء. وايه هو البند ازاي الكوينتي وكده. اوكي. انا بدأت ازاي. انا بدأت بعلانات بسيطة كده. وبعدين انتديت اكتب علانات. يعني مش بغنيها بس. وبعدين اشتغلت شغل عادي جدا. وفضلت فيه. لغاية ما حصلت لي مشكلة صحية وكده. خلتني اكرر ان انا اعمل حاجات اللي بحبها بس. فاصلت شغل. واشتريت ادوات بقى مازيكة. وابتديت اعلم نفسي بقى. انا بقى العب جتار من زمان. بس ابتديت اعلم نفسي بقى production, music production. وبالحظ وقتها عملت باند انا وزميلي عز اسمه طاخ. من هنا بقى جت الاغاني. اللي هي كول ميزيكو, ليو باكينام, ابو جلمبو الباحرة. لا يا بهيرة. حاجات كده كتير. وبعدين الباند خلص. كانت فاكرة يعني. طيب ايه كانت اول اغنية انت عملتها؟ في الباند ولا في الحياة ولا ايه. دودة. ودي الاثنين. انا بقى الف من زمان جدا في البيت. يعني الليل نفسي كده بعمل حاجات كده. بتطلعني من المود. يعني لما بدايق بروح اقالف اغنية كده مع نفسي. وبطلع تانية عادية. بس اول اغنية طلعها للناس. كانت اسمها مش عايزة سوق. بس دي يعني كانت حاجة برضو كده. يعني مطلعتاش قوي. اول حاجة كانت كول ميزيكو. هي تاني اغنية يعني في اغنية اسمها الديني مفتاح البيت. دي مش طهرتش قوي. وبعدين عملت اغنية كول ميزيكو. دي بقى. اتعرفت. اوكي.